المرجو الانتمام الى قناة طبخ سهل و بسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الاحمر اذا اردتم توصل بجديد فيديوهاتنا فورا نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك اذا اعجبكم فيديو وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبائي في قناتكم طبخ سهل و بسيط اليوم ان شاء الله سوف أقدم لكم كيكة باردة بطريقة بسيطة وسهلة جدا وبما داق اكثر من رائع فعلا تستحق التجربة لنبدأ على بركة الله في انا قمت بوضع ثلاثة حدات من البين وكأس هنبا من السكر نأخذ جميع القياسات بكأس هنبا التي سيعاته 150 ميلي لتر وكيس سكر بانيلا وزن كيس سبعة فاصلة خمسة كرام واقوم بخلط السكر مع البيض جيدا فمؤدي بكأس هنبا من السكر وأخذ إناء وأضع فيه ملعقة كبيرة من قهوة سريعة دوابان وملعقة كبيرة من الكاكاو ما يعادي سبعة جرام وكأس هنبا من الماء الدافئ كما قلت سابقا نأخذ جميع القياسات بكأس هنبا التي سيعاته 150 ميلي لتر ترجمة نانسي قنقر ثم أضيف خليط القهوة والكاكاو إلى خليط البيض والسكر وأقوم بخلط الخليطين جيدا ثم أضيف الدقيق تدريجيا ما يعادي 250 جرام من الدقيق مع 16 جرام من خميرة الحلوة أو بيكن باودر ترجمة نانسي قنقر أضفره خليط الكاك بمول مدون بالزبدة ومرشوش بالدقيق وأضخله إلى فرن على درجة حرارة 180 درجة هذا هو قوام الكاك بعد إخراجه من الفرن نتركه لكايا برد ثم نمره إلى تحضير الكريمة لتحضير الكريمة نحتاج إلى 750 ملي لتر من الحليب ما يعادل لتر إلا ربع وكيسين من بطرة فلان وسكر بانيلا وزن الكيس 7.5 جرام ونحتاج إلى ملعقة كبيرة من السكر والسكر يبقى حسب الضوء وياغورت بنكهة البانيلا وزن علبة 80 جرام أضيف ملعقة كبيرة من السكر إلى الحليب كما قلت سابقا السكر يبقى حسب الضوء وسكر بانيلا وبدرة مستحضر فلان وأضع الكل فوق نار هادئة حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان مع التحريك من حين لآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد وصول الخليط إلى درجة الغليان أقوم بإزالته من فوق النار وأضيف له الياغورت بنكهة البانيلا وأترك الكريمة لكي تبرد قليلا حتى تنخفض درجة حرارتها قليلا بعد ذلك أقوم بإفراغ الكريمة وسط الكيك وأترك الكيك جانبا حتى تتماسك الكريمة وأدخل الكيك إلى ثلاجة لمدة نصف ساعة إلى ساعة من الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو الشكل النهائي للكيك أتمنى أن ينال إعجابكم للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط ولا تنسوا الضغط على زر اللايك من أجل تدعموني وزيالة صبحتنا على فيسبوك ودمزم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة